شو ببالك يا زلمين، الله وكيلك هالاحتلال الروسي من وقت مفتعة سوريا قرد لا عم يحلو، لا عم يربط، لا عم مربلات، ولا قضى على السورة، ولا عطونا غاز ولكن أهلو للغاز ها أحسن شي دواحد ممكن يعملو، نروح عند الجيران اللي حوالينا قرد هادون بيبلعوك، بلعب المصاري، بيعب بتمك تعبان منرجع، منعب بجيوبنا، كيفك فيه وعيني؟ بس يا سيدي ما نحن إنا بالبداية إرهابية ووهابية، وهن اللي شعلوها؟ لك إيه لا تسرعنا يا زلمي، قولت غيرة الظروف الدولية، مخاضات إقليمية، بطلة وهابية لك قول باسوا إيدينا يا زلمي، ونحن قلبنا كبير وبتعرف الته طيب ما تركيا باست إيدنا من كام يوم مش هنرجع ومعابلنا لك إين وإين وكير بدي أسألك السؤال، معلش تشرح لي يعني؟ والله يا سيدي خايف على الحكي الشعب ما يقتنع أبداً أبداً حافظ قل لي شعب شعب عيدة 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 كلمة الشعب برتعني عيدة أكتر بضحك، أن الشبيحة والمؤيدين فرحانين عند زيارة البغداد للسعودية وتطبيعهم أو العلاقات معه أكتر من فرحتم بالاحتلال الروسي ذات نفسه لكن يا أمي، لكن يا أمي،Anyفرس. أتذين ذاри scp ampls Cuada cd Sur. السياسة لا مبدأ ولا دين مثل عيلتوا لهاللعين يعني هلأ بيت الأسد صاروا عامل مساعدة عا استقرار المنطقة ايه شو علا والله بكر تشبع مخدرات من هون تطلع المخدرات إذا اليوم نفسه اللي استقبلته فهذا الصديق الحميم إيران لا تسلح مجموعات إرهابية بينما تجند السعودية الإرهابيين وتقتل السوريين وتستنزف دماء هؤلاء الأبرياء في كل أنحاء السورية اضبطوا شحنة حشيش الله أعلم جايبها معه بالطيارة بس تحيطوا تحكوا قدام الشعب تبعكم لك عسيرة الشعب أنتوا إذا وقفت الشغلة على الحشيش وموركم باللوس لسه بكرة ما تبلش تجيكم الوفود لزيارة العتبات المقدسة وخد بعدها على فاطميون وزينبيون وكلابيون لك شو تطبيعهم إلا لك شغلة فاخر على الآخر عراسي 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 تحياتي تحياتي أنتم طبعا مثل ما بتعرفوا أنا شاعر اكتبت في القصيد العصماء بس الإرهاب قضى على مولي الأدبي الله لا يوفق للإرهاب أقول وقد قرقرت بقرب الضفاضع يا محلى يوم اللي إجا تطبيعه كنا قبل اليوم كنا قبل اليوم مثل العمزة الجربانة كنا قبل اليوم مثل الجربانة يا محلى يا محلى يوم اللي إجا تطبيعه كنا قبل اليوم مثل القبلة المقصوعة هلأ قفواتيرنا أعودي كلها مدفوعة كنا ورق نضل مصاري حتى لو إجاء وراح ألف تطبيع شكرا 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 انتظرونا أجزائنا المشاهدين في حلقة خضور نيوز نشرة أخبار التطبيع من عند عمك أبواتي أهلا بكم منحة ومكرمة وعطاء وبهاء وأسمى من قبل سيادة الرئيس مقدمة لموظفي الدولة بمناسبة قدوم العيد مقدارها 150 ألف ليرة لكل موظف في الدولة وقد عملت المشافي عن استقبال آلاف حالات الإغماء بعد انتشار خبر المنحة شعب ما متعوي السيد المقداد يضرب الميسات للدبلوماسي الوطني الشريف الذي يعمل على تحقيق مصالح البلد في شتى الظرو حيث أبا إلا أن يحمل معه علامة طيارة المتوجهة إلى السعودية كميات ضخمة من الكيبتاجون وقال بالحرف قرض الطيارة طالعة وطالعة ما معقول أن طالعة فاضية نفى السيد نائب السيد محافظ دمشق الإشاعات المغرضة التي تروج لها جزيرة الحقيرة حول توقف بيع مع زود التدفئة مؤكد أن المخصصات ستصل للجميع طبعا الحكومة حتى لو دخل الصي أفيهاها التي توفي بالتزاماتها قدام الشعب وتقدم له مخصصات التدفئة واللي الله بيخلها طيب بيتدفع عليهم سنت الجاي أفي مشكلة سنة من سنة قريبة يا زلمي بعد انتهاء صلاحية التهمة القديمة بانتمائه للموساد القسرائيلي محاكمة وطنية شريفة ونزيهة مع بعض للخاين المتآمر لعميل الأمبرو صهيوني عمرو سالم وزير التجارة السابق وهالمرة اتهمت التعامل مع السي آي اي تحت شعار وسخ إجرينا صار بدوية مزرة علينا الممثل الكركوز والمهرش بشار اسماعيل يدعي أنه سيسمي ابنه القادم كيبتاقون قال شو من شان يصير هو أبو الكيبتاقون ويصير تجي المصاري بالدولة بالله ما تسمح لي القيادة لأفتك فيك نفتك يا معشر الفنانين والفلتانات حياتي واحد اثنين ثلاثة مي شعب شعب يلا واحد اثنين ثلاثة عيد معلله معلله تبق معي الله يوفق عين دعني أذكره قدامي شوية معلش أنا لم ألحقت ما أريد أن أتحدث قلت من عندي لها اشتركوا في القناة